من تاني رجعنا لكم ومعايا ضيفي الشاب الجميل أستاذ وليد عمار الباحث في شؤون التاريخ الإسلامي براحب بيك أستاذ وليد ونورتنا في رشدتة رشدتة مش طبية على فكرة برضو إيه يعني بعيدها لك تاني بالضغط يا فاند الله لا إحنا ده أنا اللي اتشرفت بوجودي مع سيادتك النهاردة ووجودي مع السادة المشاهدين ويا رب يبقى شيء من الخفة بدل الثقل اللي احنا بنحيا بقنا فترة مع بعض طيب اسمح لي أستاذ وليد هستغلك النهاردة بحكم بقى موضوع التاريخ الإسلامي فالتاريخ الإسلامي هو حافل بالعديد والعديد من التوعية واللي أنا أبتدي أشوف عمل إيه أو إيه اللي حصل كويس واتطبق وجاب سماره وإيه اللي حصل وحش لقدر الله بتجنب النهاردة احنا هديك عنوان حلقتنا عن الوعي هو درع الحماية للمواطن بالضبط ازاي محرك قلت ناخد من كلام حضرتك وأكمل بعد إذنك الوعي هو درع الحماية ربما هو ليس درع الحماية للوطن فقط هو درع حماية يعني أوسع للكون كله احنا بنحيا أزمة دلوقتي أزمة فيروس كرونة اللي احنا بنحياها مع بعض هي أزمة تضرب الوطن وتضرب الأوطان المحيطة وتضرب العالم كله ربما هو شيء يواجه الإنسانية البشرية والإنسانية بقالها كثير جدا لم تتعرض لأزمة بمثل هذه القوة أزمة بنفس الشكل اللي فيه الشراسة جدا دي أولا زي محرك قلت التاريخ بيشهد أشياء كثيرة جدا نذكر على سبيل المثال الحضرتك فيه الطعون الطعون على سبيل المثال جي أكتر من طعون في الأمة يعني مثلا فيه حضرتك طعون مشهور جدا طعون عمواس عمواس نسبة إلى بلد موجودة ما بين القدس ورملة في الشام في فلسطين الطعون ده كان سنة 18 هجريا الطعون ده ولما حركت تقول 18 هجريا ده معناه إيه 18 هجريا ده معناه إن في عهد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى إذن هو مش طعون مثلا جي في وقت كده متأخر لا ده وقت حساس جدا في الأمة فترة خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضى فترة حساسة جدا 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 في الأمة الإسلامية ليه؟ لأن الفترة اللي تولها سيدنا عمر مزادتش عن سنتين ومجموعة أشهر بسيطة عمل فيها تدبير كثيرة جدا ربما وصل عند بعض أهل العلم لأكثر من 180 تدبير واستحداث لأمور لم تكن موجودة اللي عايز أقوله حضرتك إن مش كل شيء بيأتينا هو غضب من السماء حلوه أول حتة دي لأن في ناس كتير أول من اللي هم دعاة التشاؤم للأسف هذا غضب هذا غضب هذا غضب لا طبعا طب هو كان يعني فترة سيدنا عمر هل كان غضب على سيدنا عمر؟ لا بالضبط يا فهندم ده أنت لو حضرتك عرفت أسماء هاز كل حضرتك اسمين بس من اللي ماته يعني العدد اللي مات الروايات كانت ما بين 25 ألف إلى 30 ألف يعني من 25 لـ 30 ألف يعني تخلى حركة من 25 لـ 30 ألف من قضوا نحبهم بهذا الوباء اللي نزل هو طعون عمواس هقولنا حركة اسمين بس سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح ومعاه سيدنا معاذ ابن الجبل ودي ناس ليها شأن كبير جدا 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 ثقل في تاريخ الإسلام وحركة أدرى مننا في هذا الكلام طبعا إذا حركة زنتيلي هو سيدنا عمر عمل تدبير عاملة إزاي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عمل تدبير عاملة إزاي في هذا الموقف وصل لحدود الشام اللي سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح والي عليها وهو عند حدود الشام خلي بالحضراتكو بقى مجزء ده مهم جدا ماذا صنع سيدنا عمر اللي حصل من سيدنا عمر ابن الخطاب وصل لحدود الشام حدف هناك الطعو فأراد أن يعود مرة أخرى إلى المدينة المنورة سيدنا أبو عبيدة بيقول له أفرار يا أمير المؤمنين انت هتفر خدت بال حضرتك بيقول له جملة قريبة شوية من جملة ايه انتو تعودوا في البيت ليه يعني ما اللي مكتوب لنا نشوفه هنشوفه ده كله من الله فهو سيدنا أبو عبيدة بيقول له مستغربا ومتعلما برضو لأنه هم الصحابة عارفين قدر بعد اوه عارفين يعني ايه قدر سيدنا عمر فبيقول له ايه أفرار يا أمير المؤمنين فسيدنا عمر قال لو قالها غيرك لو مش انت اللي قلتاه وكان حد تاني انما نفر من قدر الله الى قدر الله بقول له حضرتك تاني انما نفر من قدر الله الى قدر الله هذا الاداء اللي عمله سيدنا عمر طيب ننتقل بقى من العصر الجميل بتاع سيدنا عمر بن خطاب الى العصر الحالي ايه رأيك في الاجراءات اللي اتخذتها الدولة في لمنع انتشار وباء كورونا ومدى استقبال الشعب وهربطها بحاجة بالتاريخ الاسلامي فرصة وحضرتك معايا تحت أمر كثيرا للدعوات اللي انا ابتدي اطلع واجهر بالدعاء واجهر بال والحق الذي يربيه باطل زي ما اتكلمنا من شوية حضرتك قبل الهواء يعني هي دي انا عاوز بس اربط الحتة دي بدي هل في التاريخ الاسلامي من الاسر اللي كان بيحس اللي انا ابتدي اجمهر واعمل دعوات لا طبعا التاريخ الاسلامي دكتور هو تاريخ مليان اشياء كثيرة جدا 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 كنوز ليست اشياء عادية ينظر اليها ان هو شيء عادي كنوز التاريخ الاسلامي مليء جدا بكنوز الله سبحانه وتعالى عندما يعطي ويصنع بيصنع اشياء كثيرة جدا 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 لخدمة الانسانية والبشرية يعني حضرتك الدعوة وانا عارف ان حريك تقصد اعتقد يعني بمنطقة الوضوح ما حدث بالامس في محوظة الاسكندرية طبعا لانه شيء مش ممكن مش منطقي مش منطقي ابدا ان الخروج والجمهرة في وقت القيادة السياسية بتصنع فيه شيء لينا يعني حريك قبل الهواء قلت ان القيادة السياسية بتصنع شيء ليك في البداية احنا بنعمل كده لينا وبعدين ده قدر مصر ده قدر مصر ان هي تقود المنظر الجميل اللي حريك جبته للطائرة المحملة بخيرات مصر ربما ذكرني والله بخيرات مصر ايام يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام عندما ايه قال كده اجعني على خزائن الارض اذن الله ان مصر تظلغ على خزائن الارض حضرتك قلت وانا بضم صوت لصوت حريك بمتاع الوضوح دلوقتي مش هنخبي شيء خلاص الدول الاوروبية تصنع نوع من انوع الفرار من بعض فرار الدول الاوروبية تصنع فرار من بعض وهذا الفرار ربما يذكرنا يوم يفر المرأة بس ايه دخلت ده الله ما انت قلت في الاول ما فيش غضب العكس ده نقصد ان جاي يعمل بروفا ليوم معين ده لازم استقبله بشكل مختلف جدا 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 دولة المصرية والتدابير الاحترازية وما يصنعه القيادة السياسية وعلى رأسها سيد الرئيس انه بيصنع اشياء مهمة جدا 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 ان اخذنا بها نجونا النجاة زي رسول الله الزم بيتك وعليك بهذا واليسعك بيتك اعط في بيت ويسعك بيت واحفظ لسانك الله احفظه من ايه اطهره بالذكر فردا يعني ما تجمعش ما مجموعة من ناس في هذا التوقيت ومرفوض ان حد يخرب واجي اعملها بشكل معين اقول الله ده انا خارج اقول الله اكبر انتو عايزيني ما اقولش الله اكبر احنا مش عايزين حدرتك تعلي الف الله اكبر فليتحول كل مواطن مؤذن من المسلمين وكل الاخر المسيحيين يتحول قلبه الى جرس يصعد بهذا الجرس الى السماء كله يتحرك بمتال قوة احنا بنحية فترة محتاجين فيها اداء ثم دعاء والاداء يسبق الدعاء وبكرنا لحضرككم الاداء في هذه الازمة يسبق الدعاء ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر مش هنروح لحضرتك في حاجات غير معروفة هنتحدث عن بدر من التاريخ الاسلام المشهور بنا عمل ايه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صف الجنود تده يتحرك احد الصحابة يقول يا رسول الله هذا المنزل انزلك اياه الله ام هو تدبيره ورأيه حرب يعني انت اللي اخترت المكان ده ننزل فيه عند المكان ده ولا ربنا اوحالك به فمنقدرش نعدل ونراجع قال بل هو رأيه حرب لا ده انا فكرت في كده قال ارى ان نكون خلف احنا دلوقتي الجنود خلف بدر ارى ان نصف الجنود امام بدر بدر بئر فاحنا نقف امام بدر فيقاتلون انا من اجل الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل تدبير احترازية خلي بالحضراتكم اللي بقوله صنع النبي في هذه الازمة بتاعت بدر تدبير احترازية انهو كل الابار تردم تردم فيبقى بئر بدر فقط ووضع الجيش امامها وبعد ما عمل كل التدبير عمل ايه راح بعد كده يدعو الله اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم والعصابة دلالة مجموعة يعني عصبة او عصابة في اللغة العربية مجموعة من الناس اللهم انتهلك هذه العصبة فلن تعبد في الارض بعد اليوم ويسقط عنه ردائه فييجي يا دكتور سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قول هون عليك يا رسول الله يبقى فيه دعاء بس انت هذا الدعاء دائما موجود لكن لما كون اخير ما بين اداء والدعاء ابدأ بالاداء ده الاغذ بالاسباب طبعا يا فندم انما مش اتواكل لا طبعا هناك فارق ما بين التواكل والتواكل زي ما من زي ما بيعلمونا مثال كده زريف جدا ان انت في اتنين بيغرقوا واحد حافظ القرآن صبت يا فندم واحد اه ترى ان نزل اثنان الى الماء مؤمن وملحد رجل لا يدري شيء عن الله وينكر وجوده ورجل مؤمن من يخرج المؤمن بقى اللي يخرج ده حلوه هو حبيب الله قالك لا يخرج الذي يجيد السباح الذي اخذ بالاسباب قبل ان ينزل قبل ما ينزل للماء اخذ بالاسباب وهو مجيد للسباح لان السماء لا تحابي احد طيب بالنسبة لحتة الشائعات المنتشر عبر التاريخ كلمنا كده وكلم السادة المشاهدين على من ابرز الاشعاعات في التاريخ الاسلامي اللي ضربت للأسف المجتمع وسرعان ما لعلي اذكر منها مثلا غزو نابليون بورنابارد وشاعة اسلام وصحة تاريخيا زي ما حضرتك بتقول ان تاريخيا جي نابليون بورنابارد ابتدى بقى يرتدي رداء وزي خاص قريب من المسلمين ويحضر الاجتماعات الخاصة في المساجد الخاصة بالمشايخ يعني النهاردة مثلا هو الحملة الفرنسية جاءت على مصر سنة 1798 وقعدت فترة الفترة دي حصل فيها اعياد ومناسبات دينية جدا جدا في مصر حد 1801 الفترة دين نابليون بورنابارد كان بيحاول يعني يتأسلم شوي زي ما بيقوله يعني ليه بقى يتأسلم ليه مسلا مختارش دين اخر لانه هو على دين فجاي بيحاول يدني ويقرب من اهل الدين فيتخان هو هيدخل الى اهل الدين فيغزو الفكر الدخول الى الدين هو دخول الى الفكر مش كده هرجع تاني للموقف السيء اللي حدث مبارح بتاع الجماعة والتجمهر والأسلوب الجماعة اللي نزلوا دول وقعدوا يتكلموا ويدعوا احنا مش رفضين هذا الدعاء ولكن فيه شيء اهم انك تصنعه يكفي الاشاعة الكبيرة ورفض الاشاعات كلها في غزوة اخر مات رسول الله اللفظ ده لما قيل دنيا كلها انتهت في الغزوة تدمرت مفيش حد وهو في الغزوة وسمع كلمة مات رسول الله لما ابتدى يستشعر ان الامور انتهت فتركوا المكان وعادوا الى المدينة ليقفوا كحصن حصين امام الناس والقصة المشهورة اللي حالك اضرب بيها مني سيدنا اناس ابن النضر لما جاء وقال وماذا تفعلون في الحياة بعد رسول الله هبوا اللي تموتوا على ما مات عليه نبيكم فالاشاعة بتضرب الاوطان وتضرب الاشخاص وبتضرب كل شيء ربما حضرتك لو رجعت الجريدة من الجرائد وشفت مثلا فلان عمل يعني جريمة معينة او حاجة تكتشف ان اساسها كان اشاعة اشاعة ان مثلا حصل موقف الفلاني راح عمل كذا فارتكب جريمة بسبب اشاعة توهم ان هي للأسف حقيقة وليست اشاعة كلام حضرتك يعني فعلا بياخد العقل وفعلا بيخليها نسبح كده في عزات تاريخية جميلة ونقارنها بالواقع بتاعنا ان في بعض الاحيان انا ما بشوف مواطن حد الوقتي بحس ان لسه بينصاق الى هذا بص الدول الكبرى الدول العالمية من يطلقوا الاشعاعات نفسها والشائعات وضرب السوابة الوطنية شوف بيعملوا ايه وتعرف اللي انت ما تحوك عليك في اخر لقاء بيك اللي كان نفسي طبعا الوقتي يساع الله يخليك متشاكل جدا روشيتة من باحث الشؤون الاسلامية متعددة الاغراض منها ايمانية منها تاريخية منها سياسية وابتدي اشوف ازاي كيفية الالتفاف حول القيادة والاتحاد كتفا الى كتف لعبور هذه المحنة العالمية والله حضرتك يعني اوجست كل شيء في الجملة الجميلة لو حضرتك قلتها لكن اذا ازنتي لي روشيتة اللي اقدر ايقدمها دلوقتي لحضرتك عنوانها تذكروا احد عنوانها تذكروا احد يعني ايه تذكروا احد امر من رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه يو سلم القائد المسؤول على الدولة الاسلامية في هذا الوقت حضرت النبي عندما قال للرماء لا تغادروا مكانكم وان رأيتمون تتخطفوا نطيروا او نقتل او انتشرت حولنا الغنائم يعني باينا انتصرنا انتصر مبين او بننهزم ونندحر بشكل غير عاية لا تغادروا مكانكم لم يستمع الرماء للأسف الى هذا الامر ماذا حدث كل الناس تعلم ماذا حدث عندما نزل الرماء والتفح وولهم سيدنا خالد بن أريد رضي الله عنه وقتها كان لسه لم يدخل الى معسكر الاسلام وحدث ما حدث وانقلبت دفة الايه الامور لا نريد ان تنقلب دفة الامور في الوطن الوطن متزن الوطن له اياد بيضاء على اوروبا دلوقتي كما كان طول عمره الوطن له اياد بيضاء الوطن يملك قيمة الوطن يملك حكمة الوطن يملك قيادة سياسية ومنها هي نفسها لا تغادروا بيوتكم يبقى احنا نقول حاضر مش هنغادر بيوتنا عشان ننزل بعد كده الى مكان كله امل وكله راحة وكله طمأنينة وبكرر تاني كورونا مش شرط تكون غضب وانتقام من الله لان اذكرت لحضراتكو في البداية ما حدث ايام سيدنا عمر واعتقد مش محتاج اناقش حضراتكو ما حدث في وجود سيدنا عمر بن الخطاب لا يعدوا ابدا انتقام سيد وليد عمار امتعتنا دقايق المعدودة دي وعلى لقاء ان شاء الله متجدد وشكرا جدا للنصائح وشكرا للرشدة الجميلة واخد منها كلمة اختم بيها مع السادة المشاهدين لو احنا ما اتحدناش مش هيبقى في وطن اشوفكم على خير اصباح على خير